موسيقى هياكم الله مجددا في أهلا في بيئة العمل وفي إطار العمل يتم الحديث بين وقت وآخر عن العقوبات المترتبة على إفشاء أي معلومات تتعلق بسرية العمل أو أي من الوثائق الخاصة بمحيط ونطاق العمل طيب من ناحية قانونية ونظامية ما العقوبات التي تترتب على هذا الأمر وقبل الحديث عن العقوبات ماذا نقصد بإفشاء سرية العمل هل كل معلومة يمكن أن تقال عن محيطك الوظيفي تعتبر في إطار السرية التي لا يمكن أن تقال خارجه كيف يمكن الإثبات في هذا الموضوع تفاصيل قانونية كثيرة سنأخذها على طريقة التثقيف القانوني في مثل هذا المجال مع ضيف الكريم الذي ينضم إليه هنا في الاستوديو المحامي الأستاذ محمد الغامج أستاذ محمد مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة مساء النور حياة كذلك أول شيء خلنا نقول للناس يعني بشكل نظامي أو قانوني إيش نقصد بأسرار العمل اليوم وإيش الأسرار العملية التي لا يجب أن تفشى وإذا صار حكي فيها معناته أنت قلت سر عملي يوقعك في الخطأ طيب أول شيء نحن نتكلم عن أمرين الأمر الأول أمر إفشاء الأسرار الأمر الثاني نشر الوثائق هناك فرق واختلاف بين نشر الوثائق وإفشاء الأسرار إفشاء الأسرار اللي أعرفها النظام نظام العقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية بتكلم عن المعلومات السرية وهما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم عمله من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها فكل معلومة يمكن أن إذا أفشيت أو خرجت أو اطلع عليها الغير تكون فيها ضرر على المجتمع أو على السياسة أو على الدولة فهذه تعد معلومة سرية ولا يمكن إفشاءها بالنسبة للوثائق وما يخص الوثائق فكل وثيقة نصة على سريتها تعد من دارجة تحت النظام وعقوبات النظام إيش يعني نصة على سريتها يعني عليها خاتم أنه سري الوثائق من حيث سريتها ثلاثة أنواع النوع الأول هي الوثائق التي تسمى أو ينص في عاليها سري للغاية هذه الوثائق تكون مختصة بمعلومات يكون الإطلاع عليها يضر بأمن الدولة وهذه لا يطلع عليها غالبا إلا قادة أو أصحاب مناصب عالي طبعا مثل هذه الوثائق هي مثلا التحركات العسكرية شراء الأسلحة مثلا أو ما يخص ذلك الوثيقة الثانية والنوع الثاني الوثائق التي ينص عليها سري جدا تجد في أعلى صفحة الوثيقة مكتوب سري جدا هذه الوثيقة تعد وثيقة نشرها يضر بالمصالح العامة أو الخاصة مثل أسرار التجارة أسرار الصناعة أسرار بعض الدوائر الحكومية النوع الثالث من حيث سرية المعلومات الوثاق الذي يكتب عليها سري ينص على أنه سري فقط هذه وثيقة سرية هي النوع الثالث لا يجوز نشرها طبعا هذه تختص بقضايا الأفراد أو يؤدي للطلاع عليها على تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية أو على الجماعات أو على الأفراد مثل قضايا ملفات التحقيق مع الأفراد قضايا الأفراد ونشرها يؤدي إلى أذيتهم ما عد ذلك فلو عد وثيقة سرية طيب اليوم على مستوى إفشاء الأسرار أو نشر الوثائق إيش العقوبات المترتبة على ذلك اللي ينص عليها النظام أو القانون طيب نظام الوثائق السرية نص في مادة الخامسة على عقوبات مشددة وفيها حالات في حالات تكون العقوبة مخففة في حالات تكون العقوبة مشددة طبعا المادة الخامسة نصت مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين عاما وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معا كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشاها دخل دخول أو شرع في الدخول الغير مشروع إلى موقع غير مأذون له الدخول فيه حصل بأي وسيلة غير مشروع على وثائق أو معلومات سرية حاز أو علم بحكم وظيفة وثائق أو معلومات سرية فأفشاها أو أبلغ عنها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما طبعا السابع تصل إلى عشرين عام في المادة السابعة من نفس النظام نص على أنه يشدد تشدد العقوبة على الفاعل في عدة حالات إذا ارتكبت في زمن الحرب إذا كانت لمصلحة دولة أجنبية أو أحد ممن يعمل لمصلحتها إذا كانت ضرر واقع على الدولة إذا كانت جريمة وقعت بقصد الإضرار بالدولة وكانت الجريمة من من يشغل وظيفة ذات طابع سري إذا وقعت من من يشغل وظيفة عليا حالة تشدد فيها العقوبة طيب وفي المواد الأولى توصل إلى 20 سنة سجن وغرامة مليون ريال هذا الحد الأقصى نعم الحد الأقصى أو بإحدى هتين العقوبتين أو بهما معنى آه يمكن تكون بهما معنى نعم ممكن يكون سجن وغرامة ممكن سجن مثلا 9 سنوات وغرامة 500 ألف طيب اليوم أستاذ محمد نشر الوثائق قد يكون واضح عندك وثيقة نشرتها في الواتساب نشرتها في أي مكان واضح تمام لكن إفشاء المعلومات كيف أليت إثباته طيب أول نقطة في موضوع نشر الوثائق الناس لما تعتقد الوثائق تعتقد الورق فقط النظام نص على أن الوثائق كل ما حاز معلومات معلومة إلكترونية إيميل معين سيدي كان فيه معلومات يعد وثيقة رسمية وثيقة رسمية ورقية كل هذا يدخل في الوثائق فيما يخص إفشاء المعلومات إفشاء المعلومات هذا يمكن إثباته ببساطة جدا خلصا الآن مع التطور الوسائل الحديثة والتقنية في موضوع التحقيق وموضوع التتبع أحيانا ربما يكون هناك ناس غيرين على أمن الدولة فلما يرى شخص يتبجح في مجلس بسر من أسرار الدولة يقوم بالإبلاغ والشهادة بأن هذا الشخص في المجلس الفلاني ذكر كذا وكذا وكذا أفشاء بعض المعلومات السرية هذا مبلغ لجهات حكومية يكون بلاغة ويعامل معه بكل سرية ويستخدم كشاهد في جريمة هذا الموظف العام ويتم التحقق من حقيقة إفشاء المعلومات نعم طيب اليوم على مستوى عمل الجهات الرسمية العادية يعني نحن نتكلم عن الوزارات مثلا صحة تعليم أوارد بشرية غيرها أسرار العمل الموجودة فيها ينطبق عليها ما هو منطبق على ما يمكن أن يسبب ضرر لأمن الدولة أو غيرها ولا في لها نظام ثاني مختلف كلها ذات أهمية نعم طيب القطاع الخاص يندرج تحت الموضوع النظام نص على أن أي موظف كان يعمل تحت قطاع خاص يعمل مباشرة في خدمة مرافق عامة أو خدمة وزارة أو خدمة ذات وأفشى معلومات يطال عليها بعمله فهو يعاقب بالنظام كما أن النظام نص على أن المشاركة وتقديم المساعدة لمن يفشي هذه المعلومات أو نشر المعلومة يدخلك من ضمن العقوبة حتى وإن لم تكن موظف طيب في القطاع الخاص على وجه التحديد اليوم لو أحد موظف في شركة أو مؤسسة وأفشى واحد من هذه الأسرار مالك الشركة أو المؤسسة يستطيع أن يرفع عليه قضية ويعاقب بطريقة معينة لها نظام قضائي أو بنفس الأنظمة الموجودة اليوم عندنا في اللي ذكرنا النظام تكلم عن نظام عن الحق العام في القضية فيما يخص الحقوق الخاصة حتى الدوائر الحكومية التي يفشي موظفها أو قطاع خاص يفشي موظفها سر من أسرارها وتتضرر يحق لها إقامة دعوة في الحق الخاص طيب سمح ليأخذ فاصل ونكمل بعد الفاصل بكمل معكم حياكم الله في الجزء الأخير من ياهلا ضيفية الأستاذ المحامي محمد الغامدي والحديث عن العقوبات المترتبة على إفشاء المعلومات السرية في العمل أو حول العمل أو حتى نشر أي وثائق سرية متعلقة للموضوع رح فيك مجدداً أستاذ محمد أعطنا بعض الأمثلة اليوم على بعض الأفكار المتعلقة بالأسرار أو بالوثائق مثلاً يعني طيب بما أنك تكلمت على كطاع الخاص والناس تعتقد أن النظام خاص بموظف الحكومي لو افترضنا أن هناك شركة تشغيل إلكترونية موظف كطاع خاص تعاقدت جهة حكومية مع هذه الشركة قام الموظف بالإطلاع على بعض المعلومات من خلال عمله في أجهزة الدولة في الجهاز الإلكتروني وأفشى هذه المعلومات فهو يندرج تحت النظام ويعاقب بمجبل المادة السابعة اللي ذكرناها قبل قليل لأنه في المادة الثالثة نص أنه يعد في حكم الموظف العام وتطبق عليه أحكام هذا النظام وذكر في الفقرة الثالثة من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها فكون قطاع عام أو قطاع خاص ربما تندرج تحت النظام حتى وإن كنت عاطل لا تعمل ربما تنشر أو تساعد في هذه الجريمة وتكون مشارك الآن اللي مثلا تصل هذه المعلومات ويساهم في نشرها وهو ليس تبع جهة العمل ليس موظف تطالوا العقوبة؟ نعم أي عقوبة تطالوا؟ اللي ذكرت في المادة السابعة نفسها أنت نشرت معلومة سرية أنت ترى مثلا جاني خطاب صورة خطاب في برنامج من البرامج مكتوب عليه سري جدا وفيه تعميم معين وأنا والله استبشرت بهذا الخطاب خير ونشرته والله حطيته في قروب العائلة ولا رسلته لزملاء العمل أنا نشرته الآن أنا فعلت جريمة طيب إيه بس العقوبة هي نفس عقوبة الموظف اللي نشر الوثيقة؟ نعم صحيح بالضبط؟ بالضبط ولا فيها عقوبة ثانية حكي الجرائم المعلوماتية؟ هذه جريمة نص النظام على أنه يعاقب بمثل أنه شارك يعتبر قانونيا الشريك في الجريمة شريك في الجريمة نعم كلام واضح طيب اليوم إيش الثقافة المعينة اللي لازم يفهمها الموظف قبل ما يتداول أي معلومات لأن بعضهم قد يقول معلومات وهو يجهل النظام ما يعرف النظام يعتقد أنها ليست تحت دائرة الخطر أو المسؤولية إيش الثقافة المعينة اللي لازم يفهمها قانونيا وتقول لهم اليوم يا جماعة تابهو طيب كنت في قطاع خاص أو قطاع عام وطلب منك مديرك تصوير أنا خارج المكتب يا فلان أرسل لي الورقة الفلانية أرسل لي صور لي الشغلة الفلانية صور لي الملف الفلاني قل الله للي هناك في إيميل رسمي عندي وعندك أرسل لي إيميل رسمي طلب وأنا أجاوبك على الإيميل الأوامر الشفوية دائما في أغلب الموظفين ضحايا مدراء بأوامر شفوية المدير يعطي أمر شفوي فيصور وينشر ولا يصور ويرسل للمدير تنتشر هذه الصورة ونصورها فلان من جوال فلان وخرجت من جوال فلان طيب المدير أعطاني إذن الإذن الشفوي لا يعد لأن المدير لا يريد أن يعاقف مستحيل أنه يعترف أنه أعطاك أمر شفوي يعني كيف لا يعد اليوم مثلا لو انتشرت وطالك التحقيق في الموضوع وقلت أنه المدير قال لي أثبت أن المدير يعطاك أمر شفوي لأن المدير حتما سينكر لن يستعن عشرين عام ولا يغرم من الأرض إيه بس مع العقوبات العالية في الموضوع هذا ممكن يرجع للمكالمات ممكن يرجع أين كان أحيانا يكون الأمر شفوي بدون جوال صور الورقة الفلانية ورسلها لزميلك الفلان قل أعطني إيميل رسمي وشيء أستند عليه على أساس أنه الآن لو سئلت مستقبلا لماذا صورت هذه الوثيقة وأرسلتها لو أنا عندي مستند نظامي صورتها بأمر من فلان وفلان ويحفظ حقي وحقي حقي وحقي أصلا المدير مفروض أنه ما يقدم على هذا الخطوة اللي هو عارف إيش الأشياء اللي يعني خارج دائرة المسؤولية في موضوع التصوير يعني من أساسه أحيانا قد يكون له ظروف وحيتيات يعني هو شخصيا يرى أنه يحتاج هذه الصورة خارج الجهاز الموجود عنده صراحة تنبيهات مهمة جدا أشكرك عليها ودائما وأبدا نحتاج مثل هذه النوافذ التثقيفية المهمة جدا في مجال القانون وغيره أستاذ محمد شكرا جزيلا لك وليحضرك معنا فيها شكرا الله يطيق ملاحك شكرا لأستاذ محمد الغامدي الشكر الأكبر لكل من تابع هذه الحلقة من ياهلا غدا يتجدد معكم ياهلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل تسبحنا